السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم حديث عن حديث مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وفضيلة الشيخ المحترم الكبير رمضان عبد المعز الله يكرمك يا شيخ خالد ويكرم مستمعين الكرام ويجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة إن شاء الله في مستقر رحمته آمين يا ربا النهاردة معنا إيه من زاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما احنا بنتزود والله من الخيرات الجميلة أنا اخترت النهاردة حديث يا فضيلة الشيخ إلى رواهي الإمام التبراني في الأوسط والحديث لطيف خالص وفيه يعني ايه فيه حاجة كده لطيفة تطر عن قلوبنا زي ما بقولوا كده وترطب عن أبداننا وعقنا يمس شغاف القلوب أمال الحديث بيتكلم عن كرامة من كرامات أحد الأولياء خد بالك الكرامة دي بتحصل معانا كلنا بشكل متفوت وفي أوقات متفوتة صحيح أما يرزقك بغير حساب من غير بذلي للأسباب أما يجي لك الفرج من حيث لا تدري ولا تحتاسب أما تلقى مصيبة ربنا سبحانه وتعالى يصرفها عنك أنت لكت لعملها لا على البال ولا على الخاطر أما تكتشف أن ربنا سبحانه وتعالى سطرك في موقف أنت كنت تظن فيه لهلكة أما تلقى فرج ربنا جايي لك من الطريق الذي كنت تظن فيه أنه لن يأتي منه الفرج حاجات كتير في هذا الجانب كرامات صحيح أما قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته خرج إلى البرية يعني إلى الصحراء فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز فجاء الرجل والجافناته ملقى عدينا وفي التنور الشواء التنور اللي هو الفرن فيه المشويات بقى والرحاة تطحن الرحاية العبارة عن حجر مدور كده كانت الناس أهلين الفلاحين زمان يدورها تطحن الحبوب في البيت كده والرحاة تطحن فقال من أين هذا؟ قالت من رزق الله فكان سماع حول الرحاة رحلامح وقال عليه الصلاة والسلام لو تركها لو ما كانش قرب من الرحاية ولم اللي حاولين منها لو تركها لدارت أو تحنت إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ده يا حضرات بيحكي لنا عن رجل فقير جدا معه وش حاجة مش لاقي يصرف على بيته فخرج إلى البرية الفضاء المكان الواسع يبحث عن الطعام هيجيب طعام منين؟ هو قلبه معلق بالله عز وجل فقامت زوجته الستة الطيبة دعت ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا يرزقها ما تعتجن وما تختبز به يعني عايزة تعجن وتغبز الراجل يا حضرات رجع من بره ما عاوش حاجة ما جبش حاجة من بره فلقى الحل مليانة عجين ومراته عما لا تغبز ولقى الفرن فيه الشواء المشويات ولقى الراحة عما لا تطحن الحبوب الأمح والزورة وخلافه فأخذ يجمع ويكنس ما حوله الراحة يعني بيجيب شيء للدقيق اللي حوالين الراحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة يعني لو سبها كانت نتجيب خير الحاجات دي منين بقى يعني فيه رواية أخرى لهذا الحديث يا شيخ خالد إن الستة هو بيسألها قال لها ده منين ده قالت هو من عند ربنا طب من عند ربنا طب العاجين تحط في الحل ازاي يا حضرات طب الحبوب دي اللي الراحة عملة تطحنها عشان تطلع لنا الدقيق منين طب المشويات اللي في الفرن سواء طيور أو لحوم جات منين قال هو من عند ربنا الحديث ده بيفوأني ويفوأك يفوأ كل واحد ويقوله يوعد تفتكر أنك بتاكل من سعيك أنت بتاكل من رزق الله أيوة أنت بتاكل من عطاء الله أنت عايش على كرم الله والدليل أنه يقدر يرزقك من غير سعي منك صحيح ورزقك ليس يمنعه التأني وليس يزيده في الرزق العناء يبقى معنى ذلك أنه مش للشغلة بص أنا عجبني قوي التعبير القرآني اللي في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أيوة لا وقف عند كلمة مناكبها بقى هنا وخد بالك مناكبها اللي هي إيه يا شيخ جوانبها اللي هي الهاء عائدة على إيه الأرض بيقولك جعل لكم الأرض ذلولا يعني مزللة بدليل أن حضراتكم مشيين عليها دلوقت يا حضرات المستمعين الأكارم وهي ممهدة لكم والهاء تعود إلى أقرب المذكورين يعني الهاء متعلقة بالأرض فامشوا في مناكبها وبعدين وبعدين ساعة الأكل بقى اسمع الضمير اتغير ازاي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما قالش رزقها الله أكبر ليه ما قالش رزقها لأنك لو قالك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها يبقى حتاكل على قد ما بتمشي كل ما تمشي كل ما تاكل كل ما تمشي فرصك في الصحبة بتزيد كل ما تمشي كل ما حتاكل لا أنت ممكن تمشي وما تاكلش وممكن تاكل من غير ما تمشي صحيح علشان يفهمك إن الرزق عطاء من الله وإنما بذلك للأسباب ده جهد عليك عشان كده بنقول للناس افصل أربعة عن أربعة صحيح افصل الأسباب عن النتائج افصل السعي عن الرزق افصل الدعاء عن الإجابة افصل العمل عن القبول صحيح يعني صلي العشاء وما لكش دعوه بقى هو إبل وما إبلش افصل الأسباب عن الرزق الأسباب عن المسببات أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون من الفاعل الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى علشان كده حتت إنك تبقى فاهم إن ربنا هو الفاعل الحقيقي هتعمل لك إيه بقى خد بالك من اللي جاي دي هتأمن رزقك تقول لي إيه فايدة المعلومة دي فايدة المعلومة لما تعجز الوسائل هتنجح العقيدة لما تعجز الأسباب هتقدر تلجأ للمسبب لما تعرف إنك محتى إذا يعني داقت عليهم الأرض بمراحبة وداقت عليهم أنفسهم وظنوا يعني تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب صحيح فبييجي الفرج من حيث لا تأتي ولا تحتسب أيه صحيح يعني فربنا زلت اندقال فتا بها ضرعا وعند الله منها المخرج داقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج خلي عندك أمل إن همك متشال إن همك حيتزاح إن همك بس ما تقولش يا ربanna عندي هم كبير تقل يا هم أنا لي يا رب كبير آه يبا إحنا عندنا ملفين يا شيخ خالد يهمين قوي الحديث ضم وينة جدة الملف الأول نعم الملف الأول مسألة الأسباب والمسببات العلاقة الاتنين دول ببعض ما فيش أي علاقة إحنا عندنا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا يا شيخ خالد مشكلة كبيرة جدا يا إما تجد شخص لا يأخذ بالأسباب خالص ده صح ولا غلط ما بيأخذش بالأسباب ده متواكل ولا قيمة لا عند الله عز وجل يا إما تلاقي شخص برضو بيأخذ بالأسباب بس معتمد عليها ده عنده شرك خفي مش كده همار ولذلك بيكره الله إليها يبقى المؤمن الحق هو الذي يأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها إنما يعتمد على مين على المسبب سبحانه وتعالى يعني خليني بقى نظم الكلام ليه برضو تاني خدوا بالكم الناس أربعة تصناف إنت مين في الأربعة كل وعد حر بقى يشوف نفسه الأول عفهمكم الكلمة سبب ومسبب المسبب هو مين الله السبب هو أي حاجة في الحياة كلمة السبب هو ما يتبلغ به إلى أمر ما كلمة السبب دي صحيح يا الله افتح عليك السبب يعني الوسيلة أو الأداء أيوه فالألم سبب للكتابة السلم سبب للطلوع على السطح أو الأدوار العليا الأسانسير سبب للصعود إلى أعلى السيارة سبب لانتقالك من مكان إلى مكان دي كلها اسمها إيه اسمها أسباب مين المسبب؟ واحد فقط هو الله هنتكلم عن السبب والمسبب بس أنت قلت لالناس أربع أصناف أنا مش ناسي أيوه أنا الأول قلت الفاصل ابقوا معنا وارجعنا لكم مرة تانية يا عزائي المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون مفيدا من برنامجكم حديث عن حديث وكنا بنتكلم عن الراجل اللي باين كرامة اللي سيدنا النبي حكاه حكى عنه هذه الكرامة اللي حصلت له هو ومراته راجل فقير هو ومراته وخارج يدور على أكله وما مش لقين يأكله ومراته الستة الطيبة المحترمة الوقور اللي أعد اللي عندها الثقة ويقين في الله دعت ربنا قالت اللهم مرزقنا بقى شطا قامت لقت الحلة مليانة عجين والرحاية دايرة خبرة بيض صعيح الرحاية دايرة عملة تطحن الحبوب عملة تطحن جات منين الحبوب جا منين العجين جا منين الشواء المشويات اللي في قلب الفرن جي الراجل من برا ايد ورا ويده ودمع مش شايل حاجة لقى البيت عامل زي الفندق سبحانك يا رب ايه ده منين ده هو من عندي ربنا بالظبط فكانت حوالين الرحا الدقيق اللي كان بينزل منها لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للكرامة دي كانت ممكن تتنىها ممدودة لحد يوم القيامة لو كانت سابعة الحلها وما تدخلش يعني شوفوا بص القصة لطيفة وخفيفة انما كلها معاني كنت قبل الفصل بقول لكم ان الناس اربعة صناف كل الناس اربعة صناف كل الناس اربعة صناف الصنف الاولات احنا بنتكلم عن السبب والمسبب احنا عرفنا بقى السبب يعني الوسيلة مش انت تقول انا خارج على اكل عيشي يلا حضراتكم سامعيني دلوقتي كل واحد تكلمه بص كده في الاوتوبيس اللي جنبك راحين فين يا جماعة راحين اكل عيشنا على باب الله راحين من اكل عيشنا احنا اشهر ناس بنقولك المصطلح دوت وعارفين معناه ايه احنا خارجين على اكل عيشنا اكل عيشنا يعني ايه يعني على رزقنا فبنعبر على الرزق باكل العيش تمام حرية يعني العيش عندنا بص اكل العيش ده ما تهرق ما تهزرش فيه ده موضوع مفروغ منه طيب احنا عاوز بقى اقولك قلنا ده السبب يعني الوسيلة المسبب اللي هو الله عز وجل طيب انت حضرتك تقدر توصل لأكل عيشك من غير ربنا ما تقدرش بس عاوز اقول لحضرتك بقى رغم ايمانا بهازي المسألة الناس حوالين منك اربعة صناف كل الناس اربعة صناف الصنف الاولاني بيعتمد على المسبب سبحانه وتعالى وبيبذل الوسيلة يعني بيأخذ بالسبب وبيأخذ بالسبب جميل عشان كده قال لي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبيتقوا اليه الوسيلة ما ينفعش انك انت تتوكل على الله وانت قاعد من غير ما تاخد الوسيل يعني ايه انا متوكل على الله طب اخرك شوف اكل عيشك لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق يقول الله يرزقني ما ينفعش ان السماء لا تمتر ذهبا ولا فضة يبقى لازم علشان يبقى يتوكلك صحيح وايمانك بالله صحيح انك تتوكل على الله وتعمل اللي عليك يا مولاد باش ده اللي كان واقف يده ان ربنا يمنى عليه بولد وقال له لتجوزي الاول يا اخي فانا عاوز اقول لك اول صنف النسل اربعة واحد بيعتمد على المسبب سبحانه وتعالى وبيبذل الوسائل والاسباب يأخذ بالاسباب يأخذ بيها يعني بيعمل اللي عليه اتنين ربنا يجعلنا منهم الاولانين هم دول الصحي بقى عشان تبقوا فاهمين الانبياء نفسيهم كانوا كده طب التانين التانين لا بيعتمد على الله ولا بيأخذ بالاسباب يعني انهم ما بيعملش اللي عليه وما بيعتمدش على ربنا لا بيعتمد على المسبب ولا يبشر الاسباب قاعد في البيت بس كده ينعي حظه وعمل يقول كتاب حياتي يعين ملقتش زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب ما انت قاعد ايه خرجش تاغل لا قاعد بس ايه انا الزمن ما عرفش عمل فيه ايه انا صحابي بعوني انا الدنيا معك ثاني ده بص دي سكة الحقيقة سكة الندامة سكة الندامة لما تلقى واحد قاعد عمال يقولك ايه انا مليش بخط في الدنيا طب ما بتشتغلش ديه هس شغل ايه بس طب بتشتغل كذا كذا انا برضو اشتغل حاجة زي كده انا برضو اشتغل اه كذا انا اشتغل كذا انا مقامي كده انا تربيه والله انا ابني ناس والله انا مترب تربيه حلو قوي طب والله انا كنت مرعب بالفوص طب ما تقومي ابني الناس تشتغل ابدا البرستيج البرستيج بتاع سيادة جناب فخامة حضرة سيادته بيمنعه ان هو يشتغل طبعا النموذك ده مرفوض تماما لا يعتمد على المسبب ولا يأخذ بالاسباب يبقى عندنا الناس اربعة تصنع في الصنف الاولاني بيعتمد على المسبب سبحانه وتعالى ويأخذ بالاسباب التاني عكسه تماما التاني ما بيعملش كده طب التالت التالت بيعتمد على على المسبب على السبب او بيعتمد على المسبب طيب ماشي التالت بيعتمد على السبب ولا يعتمد على المسبب يعني انا كل حاجة عندي بالعلم كله بالتكنولوجيا كله بالتخطيط كله بالدراسة كله بالطمحيس أنا عملت وانا رحت وانا جبت وانا سويت ياخد ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنعتمد على ربنا وربنا هو الفاعل الحقيقي للاشياء ده ما عندوش الموضوع ده لا 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 ده هو شايف ان ايه يقولك هو حد يابني ركب عربيتي عزي عربيتي هو حد يابني بيذكر مذكرتي هو حد يابني جاب الدرجات اللي انا جبتها اخر السنة هو حد يابني لو عيلة زي عيلتي هو انت فاكر يابني انت بتكلم رجل انا عندي منصب يابني انا كده ده بيعتمد على السبب وفقط ده بقى اللي ربنا بينكل بيه خد بالك بس يعني اللي يابلي منه على طول لبيعتمد على السبب ولا بيبذل اسباب مش بينكل بيه بس بيسيبه جعان معفن ولا بيعمل له حاجة بيسيبه زي ما انما التاني بقى القليط ده بقى اللي واثق من الاسباب وبينسى المسبب هو في الحقيقة آمن بالاسباب ولم يؤمن بالمسبب آآ آمن بنفسه ولم يؤمن بربه ده بيبتلى في حياته ده بيشوف بقى بيكون العربية بس بيكون العربية آآ عشرة آخر موديل وبيكون الفرام المزبوطة وعمل وسائل الأمان والحماية اللي احنا بنقول عليها السفتي آآ بالظبط كده وييجي قرنب يعد السكة تلقى العربية دي بقت زي كورة البنجبونت الله محفظنا يا رب وينجي كل الناس على طريقهم يا رب بيه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل انسان ده هو ده بقى بتلاقي الولد يقولك ايه لا ده نمزاكر طب يا ابن قوم صلي اصلي ايه وبتاع ايه ما قلتلك يا ماما ان انا مزاكر وحفظ بصي انا النهاردة حاجت درجة نهائية وليلة الانتحان رحت علينا هما او حصل حدثة في الطريق اتقفر الطريق او فيه ازمة مريخ او يخش اللجنة ويجي يستدعي المعلومات اللي عنده ما يلاقيهاش لا لا والله تصدق بالله حسن ادماغه اكسدت تصدق بالله احيانا الواحد ممكن يرتبك في صورة الفاتح والله عهو الله طب انا اقول لك على حال فضل احنا انخير ربنا بيكرمنا كده وفي رمضانات بقى ونقيم ونصلي بجزء بقى اه طبعا تلاقي نفسك يا شيخ خالد حفظت القرآن دول مشاكل ومشاكل اه لا بتيجي مثلا ايه سورة الانعام وتبقى الان وخايف وانت داخل طبعا وربنا بيصطرها معاك ما تغلطش ولا حرف اه وتيجي تلاقي نفسك في سورة يسين ام تلاقيه اللي الله حفظاها وعملت عكد ديليا وليس عملت ردك من ورا يا ربي اوه اللي حصل ما انت كنت تدخل بقى مطم انك حفظ صورة يسين والدنيا زي الفل سبحان الله ما تعتمد على زكائك ولا شطرتك ولا مذاكرتك ابدا يا سلام ده انا عاوز اقولك ده احنا دروس المقالب اللي خدناها في نفسينا لما اعتمدنا على بعضينا واعتمدنا على نفسينا مش كان فاكر اما كنت تتخطط لمشروع او تخطط لحاجة واحد صاحبك يوعدك يقولك ايه طب بص انا بعد بكرة حاجب لك المبلغ اللي انت طلبته وانت حضرتك بقى خططت وصرفت وانفقت وحوشت واستثمرت في عقلك وجه تاني يوم صاحبك ده مات او رجع في كلامه او هرب او او تمسك او اي حاجة ما عرفش المهم في النهاية حتلاقي نفسك ان الشخص اللي انت اعتمدت عليه من دون الله خليبي تروح مصلحة من المصالح عشان تقضيها وانت في مخيلتك اه ان انت اول ما هتروح هتكلم ساعات البشرة على التليفون وتجيبه لساعات البشرة قدامك ده بالتليفون ده بكرت اه فجيت تصل بساعات البشرة لك عنطر بمين ما بيش لا فيش من مصلحة عنطر باي اه والله او يطلع عنطر بلسه ببسوك وينزل في الفوكس قدامك والله يا جماعة احنا بتشوف حاجة ايه وعتعتمد على الاسباب اه والله هتقول استنى رايح معايا كارت من فلان بي ولا فلان بي شكلان ده كله خذ بالاسباب اذا كنت عارف المسبب سبحانه وتعالى سيدنا يوسف اهو نابي نابي وهو في السجن يقول لك وقال الالذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكرى ربه غرمته كتير المسألة دي يا حضرات فلبث في السجن بضعة سنين نقدر بقى نقف ونتفاهم في هذه القضية ولكن بعد ذلك الفاصل عشان نتكلم عن رقم اربعة عشان رقم اربعة بعد الفاصل افقوا بعد ورجعنا لكم مرة تانية عزاء المستمعين والمستمعات وهذا اللقاء الماتع من برنامجكم حديث عن حديث كنا نتحدث عن الرجل الفقير اللي لجأ إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وخرج للبحث عن الطعام فربنا رزقه بدون سبب ببركة دعوة ستة مراته اللي هي دعت ربنا أن يرزقهم ورجع لا الخير ده كله فكنا بنقول يا جماعة أي واحد فينا طبعا الحديث دوت ببين كرمة من الكرمات لقسم من الأقسام اللي حقول لكم عليهم إيه هما إحنا كلنا أربعة أقسام كل الناس أربعة أقسام حول علاقة السبب بالمسبب يا حضرت مش ربنا بيعلمنا في صورة الكهف عن ذي القرنين إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا يعني فيه أسباب في القرى الأرضي فالناس من حيث الأسباب والمسبب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أربعة أصناف أول نوع تكلمنا عنه بيأخذ بالأسباب ويعتمد على المسبب وهو الله عز وجل ده أعلى نوعه ربنا جعلنا منهم التاني عكسه التاني بقى عكسه تباما لا بيعتمد على المسبب سبحانه وتعالى ولا بيأخذ بالأسباب التالت إحنا تكلمنا عنه وقلنا إن هو بيعتمد على السبب وبينسى المسبب شايف نفسه قوي فأه أنا أقول لك كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى شفت بقى الواحد بيستغنى بمجرد إنه جيبه انتفخت بإرشين دفتر شكاته بقى محترم اللي عنده في إرشين عنده أتباع عنده منصب عنده هو بيتخيل إن دي وسائل الأمان والطمأنينة نقول له أنت على خطر عظيم ده هو الأمان كله من ربنا سبحانه وتعالى صحيح طب دول التلت سناف الرابع بقى الصنف الرابع خدوا بالك وركزوا معاه لإنه هو ده الحديث بيتكلم عنه اللي هو الصنف الرابع اللي اعتمد على الأسباب على المسبب أسف اللي اعتمد على المسبب سبحانه وتعالى وعجز عن الأسباب وعجز مش ترك الأسباب أصدترك الأسباب ده مخطئ احنا من نجدعو به إنه هو عجز مش قادر على الأسباب جاله عاية مش لاقيه شغل ننزل الشغل وعمل اللي عليه ودور وتعب وملقاش والراجل عمل كده فعلا يقولك فخرج إلى البرية خرج للفضى والصحراء حاول يبحث أنت لمحت كده الحدث اللي في الحديث الفقهية الجميلة إن الحديث وضح إن الرجل زي ما قال النبي عساني بقولك إيه أصاب رجلا حاجات رجلا طبعا مفعول به مقدم حاجات هي الفاق أصاب رجلا حاجات شوف المعنى عشان محدش يبقى فهمها غلط يقولك أصاب رجل حاجات لا لو أصاب رجل حاجات يعني كسب يبقى كسب شوف إنما الحديث شوف شوف النغة العربية يقولك أصاب رجلا حاجات فخرج إلى البرية فقالت امرأته تخيل حضرتك إيه الفرق من البرية والبرية البرية يعني الخلق الناس كلها يبقى زي ما نقول النبي أشرف البرية واحد دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا خير البرية ومن توضع سيدنا النبي يرد يقول زكى إبراهيم عليه السلام الله صلاة لك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المتواضعين آمين آمين امرأته بقى قالت إيه قالت اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز أحيانا بص أحيانا الواحد يكون قنوع في الدعاء فيجيله على قد الدعاء عشان كده بنصح الكل إنك يريد تطمع في ربنا ما تضيقهاش ما تضيقهاش يعني أنت مثلا إيه محتاج 43 جنيه عشان تدفع وصل المياه ما توعيسوا لي يا رب ارزقني 43 جنيه علشان أدفع المياه وتفاجأ بواحد الخبر تلك السلام عليكم أنا فلان اللي 43 جنيه دول لقيتهم تحت البلكونة بتاعتك خد ويسيبهم لك ويمشي ساعت أنت حاطلتم ليه؟ ما انت جاء لك 43 جنيه لكن أنت عرفت إن كانت دعوة مجابة لو كنت ساعت قلت يا رب ارزقني بمليون جنيه شوف بقى الله ما تقربوا إلينا مكناش هارفنا نكلمك كنت عتشترك بنيت المياه فأنا عارض أقول لك بس إيه يعني بتطلبش من ربنا بقناعة يعني اطلب من ربنا الطمع لأن الطمع في فيما عند الله سبحانه وتعالى يقولك لا تسألن بني آدم حاجة وسالي الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه يعني أنت لما تطمع فيه حزع منك وحقرف وحدي وحقرب وحزوغ ومش حتشوفني التاني وحستخبة تحت الكنبة إنما لو طمعت فيما عند الله ربنا بيحبك ربنا بيحب الملحين في الدعاء ادعوا ربكم وأنتم مقنون بالإجابة ولما يدعونا ربهم في القرآن قال إيه؟ خوفاً وطامعاً يا أخي اطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى يقولك إحنا إحنا يا رب نسألك الجنة إن شاء الله حتى وراء الباب إيه إن شاء الله حتى وراء الباب دي تخيل حضرتك إذا سألتم الله إيه؟ فاسألوه فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة مش كده لما تطلب من ربنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى في الجنة ولذلك النبي نفسه النبي نفسه لما طلب مننا نحنا ندعيله ثم سألوا الله ليه لإيه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد وأنا أرجو أن أكون ذلك العبد يعني النبي طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى في أعلى شيء في أغلى شيء في أرفع شيء في أكرم شيء هو ده الكلام اللي عاوز أقول لك عليه اطلب يا أخي اطلب وتمنى اذا تطلب من رب الله سبحانه وتعالى أنا عاوز أقول لك إيه الطلب بيكون على قد الطالب ولا على قد المطلوب منه لا على قدر المطلوب منه فإذا كان المطلوب منه غني وعظيم وقوي ليس كمثله شيء هو الله سبحانه وتعالى يبقى لازم تطلب من واسع فالراجل هو ومراته عملوا الموقف ده بطيابة الراجل خرج يسع على رزقه ولم يحدث يبذل الأسباب لم يحدث نصيب أنه يرزق إنما مراته الطيبة اللي قعده طلبت عشان شوف النية الطيبة اللهم ارزقنا ما نعتجنه وما نختبزه وده يعلمنا حاجة مهمة جدا إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس الفاقة اللي هي المشكلة المادئين فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل إنه البيت الجميل ده الراجل ده ما رحش يخبط على الجران يا شيخ خالد أو الست دي ما رحتش تسأل الناس الصدقة آه والله حاولت شوف شغله ملقتش ساعدوني يا ناس أقفوا جنبي يا أهل الخير وربنا ما يوقعكوا في ضيقة شك الله اللي هي خالص كان عندهم عفع لم يطلبوا إلا من الله عز وجل سوف العزة السلام ولذلك قل لك إيه نامت أعين وصهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون فاطرض الهم عن النفس دائما فحملانك الهموم جنون إن ربا كفاك بالأمس ما قد كان سيكفيك في غد ما قد يكون يا سلام على اليقين عندما يملأ القلب وعندما يملأ النفس وعندما تلهج الألسنة الذاكرة الموقنة بالله سبحانه وتعالى يبقى أنا لو أخذت بالأسباب نعم واعتمدت على المسبب وهو الله عز وجل نعم إن انقطعت بي الأسباب المسبب موجود مش كده ولا إيه طبعا حي لا يموت صح ولا لا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم نعم قادر إنه يطلع لرزق من أي مكان ولا لا صحيح يبقى أنا أنا دايما أرتبط بالمسبب وهو الله عز وجل وأنا بسعى للأسباب قد لا توصلنا الأسباب لشيء ولذلك ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه في الله بقوله ولو توعدتم لاختلافتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولذلك سدنا الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليه بيعلمنا بأن الواحد ما يبقاش قاعد عنده حالة من حالات الهزيمة النفسية بيقول لا يقول لنا أحدكم لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا ولكن لا يقول لنا قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل لما تفزل بقى الأسباب وتعجز عن تحقيق النتائج أوكل أوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وكون على صلة وعلى ثقة وعلى يقين أن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره وأنها إرادة الله لا معاقبة لقضائه ولا معاقبة لأمره ولا معترضة على مشيئته سبحانه وتعالى ستنا مريم البتول كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زي ما حضرتك تفضلت في بداية حدثنا مع مستمعين الكرام وقلنا أن الكرامات دي لا تنقطع والله طبعا وكلنا بنستشعرها وكلنا بنحسها كلنا بيبقى في وقت من الأوقات محتاجين شيء معين ومش عارفين نوصلوا إزاي وحاولنا جاهدين أننا نصل ولم نصل واستعنى بالله بصدق ربنا لبى رغبتنا ولا لأ الحمد لله رب العالمين الحياة فضيلة الشيخ رمضان الكرامات لا تنقطع ودائما تأتي الكرامات لمن يبذل الأسباب ويعتمد على المسبب نسأل الله سبحانه وتعالى جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوكل عليه ودوام الإقبال عليه وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا ولا يحوجنا إلا إليه صلاة والسلام عليك يا سيدة رسول الله شكرا لك يا فضيلة الشيخ رمضان عبد المعيز ومعكم الشيخ خالد الجندي وإلى لقاء آخر إن شاء الله